قبل يومين كان هناك مشاجرة بالعصي على أحد الشواطئ في ولاية مرسين بين سياح ألمان وأتراك خرجت الأخبار لدى هؤلاء الذين يعادون وجود العرب والسوريين في تركيا بأن هناك مشاجرة واعتداءات من السوريين على الأتراك يعني تزييف واضح للأخبار هذا مؤكد ومستمرين يعني أنا أعتقد أن هؤلاء الفاشلون في السياسة لم يقدموا مشاريع إلى الأتراك قدموا أكاذيب وقدموا تلفيقات وقدموا كلام غير صحيح وأخبار مزيفة وأنا أعتقد أن القانون التركي يلاحق هؤلاء يعني عاجلا أم آجلا سينالوا جزاءهم لأن تزييف الأخبار هي جريمة يعاقب عليها القانون ويعني صنع بلابل ومشاكل داخل المجتمع التركي بناء على أخبار مزيفة هذا لا يمكن أن يعني يتجاوزه القانون لذلك هؤلاء أنا أعتقد أن هدفهم واضح هو تحقيق مكاسب سياسية من وراء هذه الأكاذيب الملفقة نعم هي مشاكل تحصل بين أي مجموعة ومجموعة أخرى بين الأتراك والألمان نعم توجد مشاكل لأنه تقريبا خمسة مليون تركي في ألمانيا مغترب وبالتالي ربما تصطنع أي مشكلة على أي ساحل سواء في ألمانيا أو في تركيا لكن هناك قانون وهناك دولة ولا يمكن البناء أن نقول أن هذه عنصرية مباشرة هناك مشاكل جنائية تحصل في أي مكان وفي أي بلد ولكن يد الدولة القوية التي تحرص على أمن ووحدة المجتمع التركي هي ستلاحق هذه الدولة